يعني ما غدت معيك؟ عوزو بالله عمو شو فكرني حيا الله وحدة ايه انا قديس طلي بعرفه وما خليته يمسك ايدي ومثل ما قلتلك عمو انا جاهزة من بكرة الصبح بننزع معكمة وبتخليه طلقني وانا بتنازله عم تقدم ومتخير وازا بدك من هلا بكتب لك ورقة وبتنازل لك فيه قليك مشان ما اتجوز انا اتجوزيك ليك؟ ايه عمو بس ما فهمت علي كتير تعرف بانت شلون بيكون نص الحكي قليشي عن دكتورة ما دكتورة دكتورة طلق ايه وهيه ايه شو حكالك عنه؟ ما بعرف عمو متن ما قلتلك ما فهمت علي كتير شو امرت عمو؟ ما بكرة الصبح بننزع معكمة ولا اتنازل لك هلا؟ حاكم انا ما بدي يبقى معه ولا دقيقة تبقوا انتوا بعدين بتجيبوا خدامي احظي بس عمو يالا احظي بس عمو عاجة تحرك عالصاب الثنين وانت بلافس حوان انت عم تلعبون إحنا فايرين وطي الصوت شوي رحيل وطي الصوت ماشي عم تحمل بدايقة وعن تبوح بلديك الحبار خلاص إلى ساعة جوة يا ترى شو عم يحكوه عم تكمي وتندب بقانن معاً؟ يا على عيونك عم ضربني وبكى وصبقني واشتكى لك يا أولاد حدا منكن يروح شوف أبوه أنا خايفة على أخي لا تخافي علي عمتي لا تخافي عليه مالك شايفتيكي كان قاعد مبسوط لما فتحت الباب كله منك انت اللي مورد صبحي أخ منك يا محراك الشر أخ وانت عاملي حالك مسكين واحد جنب أخوكو عم يلعب مو هيك كأنه مالك عامل شي حصرتين عندي رغبة إنو حط أصابيع التنتين بعيونك شو أخي بوشي؟ لا لا ما بوشي قال لحد يفوت لعندو بعدين ببقى هو بيطلع سبحي مانتك تقرشيني من غرفتك؟ بابي 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 باب يسلم يا نبدي سامي شو كان عامل لي؟ دكتور شو كان عامل يقلي؟ الله أكبر عاملني وسيلة؟ بدكياني خدامة؟ يعني ما بتحبني؟ أنا ما بحبيك؟ لق أنا أكتر واحد بحبيك بالعالم أحبك برني يا لاطف وغلط معي؟ أه يا كذاب، لك مو حرام عليك؟ طلقني، قولها طلقني ما بطلق، ما بطلق، ما بطلق، ما بطلق، ما بطلق أنا بحبيك تحبني؟ أحبة تبرص ها 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 ها؟ ليش؟ ليش؟ لك مو حرام عليك تشويه سمعتي آه؟ حرام، حنا جد حرام، الحقيقة حرام، بس هدا اللي صار معي يقولي 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 كسر دي لي يدي وبدي كسر رأسك طلقني عم بلك وإذا ما بتطلقني بدي موتك حولي عم تبوازي أيوه زعبر لقلك زعبر ما في شي كل واحد روح للشغله رجعونا وراء بالقل رجعونا وراء أوه أهوه أوهaisia عافية Scholars يا أخي أخبر المزا عاد أما الشهاز شو شغلت زريفة وحلوية كله مشاط خرجوا بشتهى ايه امي لا مو كتير شوية ردود ايه امي لا تأخري الله معيك بس شو جاي اي جاي اخي يعني ما تجوزها لانه غلط محا مو لك لا لا كم مرة بجعد لك يا اختي لك تجوزها مش هتجيبها عالبيت تشتغل متل اي واحدة وانا بطل اتجوز يا لطيف شو بتعبيت تشعلي اختي شايف امو حمدي شايف شلو نضحكوا عليك ييه عم تاكم لك يا ربي يا ربي وابدي روح منك بقال لك لا داخل كل شايف الخبزة بطع فينو معي سكار ما قدر رجوعان انا انت مو قاتلك ذاتي الا بطنة بطريقية بيهمة ولا اقلك ومو جيبي له اكل جوزك مر تحمل هلا قللي شو نويت تعمل بها المقصوف الرقباء واناك معز حاجة هددي محرم عليك اللي عملتي فيه ايه والله اعم يا حرم جنز لك عن عظمة يا عمي شو قررت بكرا مننزل عالمحكمة لك بنتي ليش ما عندك صبر استني لا تيجي امي لا تقوم تغلط بالعنوان انت حطيت يالعنوان مصبوط ايه العمى بقلبن العمى واحد ما في زوق حابة رجله مستردس ومدحش يخربتن شوفي لك بنتي مو رجل وحدان رجلتان خلص امي طولي بالك لكن ليه طولي بالك خلص طولي بالك طايع دي حبيبة قلدي العمى بعيون ايه العمى رواتي ماشي حا لا بديك تكوني رايق ماشي ميك يكبشني يا لويشه يا امي هي اختي جمله جميلة وهي عزه مندله عغم وهي خدوش خديجة وهي سلوم سلما وهي دندون اخر العنقود الدنيا بقى شو رايك عمون هدول هنن اخواتي ايه تشرفنا والسبع تنكات قصدي والسبع تنعام زبتنا شرف اوه وما في حد اسم الله يعني جاي عالطريق خمسة مو بقيا غيرهم بعيون الشيطان وانا مونا ويتني اهلا وسهلا انا ابولة صبحي ظهر كون اهلين فيك يا اخي حصلنا الشرف ولو يعني كنا منتمنى بانه انت تجي تطلب لولو للمحروس ابنك بس معزور مكسور ابو حمدي قالنا وحافظة اسمك لعدم المؤاخزة يا اختي يعني معقول توققي بها الشرعة هاي بدون ما تسألي عن العريس عن اهله مين انك ما سألت اخي لما طلع ابو حمدي من عنا هو وصهرنا قام رحت انا رأسا حطيت الغطا على راسي واخت ادريسكم من لولو ورحت سألت السمان ابو مازل قال لي جماعة اوادي وما في علمان حكي بالمرنة وطلعت من عنده دخلت لعند اللحام ومن عند اللحام دخلت لعند المنجد ومن عند المنجد رأسا على البناية سألت بيت بيت طلعت على اول طابة طلعت لي واحدة دك شو اسمها يا ام لولو اي اي اسمها ام سليمان قالت لي جماعة اوادي وما في منهم بالمرنة بس يا اختي وش الله حالهم من اليوم ما توفت ام هون لا عدنا زرنا هون ولا عادوا زارونا وام محمد جارتها يلي مواجهها قالت لي جماعة اوادي وناعم الناس وهذا يلي بالطابق الثالث نسيت شو اسمه بس مدحلي فيكن بطير وبظرف ساعة كنت لاغ في البناية بيت بيت إلا هذا يلي مواجهكم هادا اللي مايل هيك يكتفو مدري راسو مدري شبو يحلي هادا هيك عامل هادا ابو طالب شو قال ما قال شي قال لي ما بعرف عنهم شي هيقتهم عقاد ونسوينجي شفت اخي الحاق مايل ما نحطيدي ايدي بخوانيه هدي كل مرة قال ما بيعرف شي قال وهو طول الوقت حاطت عينه بالباب عم يرصد الرايح وش جاي ايه قبله لو بيحسر عشالتي هاهاهاها لكن اخي بدك يعني ارمي بنتي ما اعرف وين راميتها والوقتي تسألي وتروحي على المحكمة بنفس اليوم ايه اخي شغلت سؤال ما اخدت معي اكتر من ساعة ورجعت عالبيت ودقوا لي وما سألتي ليش ابني مستعجل بدي تجوز بنتك سألت مين قالك يعني ما سألت بس قلت لحالي مدام الجماعة اوادم شروانة ايشو عليه وكل العالم متحد فيكون قلت على خيرة الله وقالولي انه طالع يدرس برا قوم اخي قوم عاوزتك شوي لو лучسل تشعول 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 أمي 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 ما حم بفهم عليك إلا أنت شو ناوي تزاوي لسه بتنا استنوا 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 صدرك علي أختي قومي لبرة لو أرجيكي شوف الجامل جو معقولة كل هالشي يطلع من ابنه يعني ما بدا يطلع اللي يدرس برة ولا شي هاي تالت سنة إله بالبكالوريا هو كذب منقول ولد بس هذا المحورة أبو حمدي معقول يوافقه سامع لك أبو حمدي حتى هاي رفع الكرفة بينك وبينها أنا أبوار جيت بالبيت على عيني الولاد دهوروا بهاي هي قصتنا وانتي يقنق القرار ما بتمين ماما خليه يطلقني وين لك شو يطلق لك يخرب باتك شو يطلق نحنا بيت شر الحافة وما حدا تطلق عيوني انتي يخرب باتك شطلط رأيت من تمين شوف عيوني إذا على المتقدم والمتأخر يلي كتبون هاد المصوفين أبو حمدي نحنا متاهزين عنهم ها إذا أنتوا مولايدي نلفز بس 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 أنا أخدت للبيت جان يعني متكوا بطلقوا أنا ما بطلق أنا شاري مالي باية يعني ايه خراس لسألك عين تحكي ايه بلولو أنا بنتك لولو حبيتك كتير لأنه حبابي وإنا شخصية محترمة ودغري هيك مو مثل الشحطة اللي عندي بس بس أختي بعرف شو بدك تحكي بدك تقولي أني صبحي ما في منه وعين الله عليه ونحنا ما بنا ندخل مباراة بين بعضنا ايه بلولو انتي مبينتك من خيرة الناس وأنا اللي نظرة بالعالم هذا من لطفك تشكو القاسي أنا بوافع على هجازة بس بشرط ولو ابني ما بستاهله شراط أبو صبحي شراط الشرط مو عليك يا أم لولو الشرط على ولادي إذا بوافعوا أنا مو بس بوافع على هجازة أنا بدي أعمله نعرسم طنطن مو مشا لابني صبحي مشا لولو شو قلتوا يا أولاد شو طلبا عندي كورس بالبيت إلهي تفرح فيهم وتشوفوا أولادهم واحد واحد إذا عيلا ينجحوا بمدارسهم بالأول وشرط هو إنهم يوافقوا على جواستي أنا شو قلتوا شو قلتوا